إذن أقارب الساعة تشير إلى الثامنة صباحا وده موعد موجز الأنباء بصحبة زميلة ندينة شرح شكرا لك مصطفى الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جنيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم هنأ الرئيس عبدالفتاح سيسي الأهلي بعد تتويجه بلقب دولي أبطال إفريقيا لكرة القدم على حساب الوداد المغربي وأشهد الرئيس السيسي بالإنجاز التاريخي الذي تحقق بالفوز بالبطولة للمرة الحادية عشر كما أثنى الرئيس السيسي على الروح العالية لفريق الأهلي والتي تعكس قوة العزيمة والاسترار على الفوز معربا عن تمنياته بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في مختلف الألعاب والبطولات وكان الأهلي قد حصد اللقب الإفريقي عقب تعادله مع مضيفه الوداد المغربي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد الخامس في الضر البيضاء وذلك في إياب الدور النهائي تقدم الوداد بهدف الدقيقة السابعة والعشرين عبر لعب يحيى عطية الله قبل أن يسجل محمد عبد المنام هدف التعادل القاتل في الدقيقة السامنة والسبعين ليطوج الأهلي باللقب الإفريقي للمرة الحادية عشر في تاريخه وكان الأهلي قد انتصر في مباراة الذهاب التي أقيمت على السادق قهر الدولي بنتيجة اثنين واحد ليحرز اللقب القاري الغالي بنتيجة ثلاثة اثنين في مجموعة مبارتي الذهاب والإياب أكد لمنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان أن نظام الحكم الرئاسي لا يعرف ولا ينص على انتخابات مبكرة وأشار رشوان خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني إلا أنه وفق مواد الدستور يجب أن يتم الأعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسية المقبلة بحد أدناء الثالث من ديسمبر المقبل كما لا يجوز فتح باب الترشح قبل هذا الموعد كانت ثالثة جلسة المحور السياسي للحوار الوطني انطلقت بمركز القاهرة الدولي لمؤتمرات بمدينة نصر وتبحث الجلسات موضوعات حرية دول المعلومات والقضايا الخاصة بمجلسي النواب والشيوخ وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد قرر إرجاء جلسة قانون تنظيم العمل الأهلي ولأحتي التنفيذية التي كانت مقررة الأحد لمناقشة المعوقات أمام العمل الأهلي المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي لمواعد آخر سيتم تحديده لاحقا بنفس المتحدثين فيها وحاضريها نددت السعودية والولايات المتحدة باستئناف الأعمال القتالية في السودان بعد وقف لإطلاق النار استمر 24 ساعة وأكد بيان نصادر عن البلدين أنهما في إطار مواصلة وقوفهم إلى جانب الشعب السوداني فإنهما على استعداد لاستئناف مباحثات بمجرد أن يظهر طرفا طرفا أصراء تقييدهما بما اتفق عليه في أعلان جدا وأضف البيان أن السعودية والولايات المتحدة سيعملان على التنصيق مع شركاء الإقلميين والدوليين لوقف القتال وتقليل تأثيره على المنطقة وتكثف تنصيق مع الجهة المدنية السودانية ذات العلاقة لضمان مشاركتهم في رسم مستقبل السودان قالت أوكرانيا أن قواتها استعادت السيطرة على ثلاث قرى من يد قوات روسية جنوب شرك أوكرانيا وفي أول تجمعات سكنية تعلن تحريرها منذ شن هجوم المضاد قبل أيام ورفع جنود العالم الأوكراني على بنية تضررت من قصف سابق يأتي هذا في الوقت الذي تعهدت في قوات المشاء الأوكرانية بأن تستأنف القتال قريبا بعد أن تعرضت عرباتها المدرعة الأمريكية الصنع من تراز برادلي لأضرار أو دمرت خلال هجوم على مواقع روسية الأسبوع الماضي يجري اليوم حلف شمال الأطلنطية نيتو أكبر مناورات دفاع جوية في تاريخه على الأراضي الأوروبية على مدى عشرة أيام وذكرت مصادر داخل النيتو أن حوالي عشرة ألاف فرد من الخدمة الجوية بينهم 2600 جندي أمريكية سوف يتجمعون في ألمانيا لمحاكاة رد النيتو على أي هجوم يستهدف أي من دول الحلفة وتشارك في المناورات حوالي 220 طائرة عسكرية من 25 دولة من أعضاء النيتو والبلدان الشركة للحلفة ختم ممجد الثامنة فاصل ونعود لحضركم استكمال بقية فقرات صباحا خير يا مصر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة